مساء الخير، أهلا وسحنا فيكم كيف إحنا بدنا نعمل أو نطلع الجداول التكرارية والتكرار والنسبة المئوية لكل متغير مستقل أو لكل متغير ديموغرافي إحنا في عنا متغير ديموغرافي الجنس، المواهل العلمي المواهل العلمي، مكان السكن، المستوى الدراسي و عدة سنوات الخيطة نروح، أنا رأيز يعني أحنا حليل Descriptive Statistics أحساء الوصفي Frequencies يعني التكرارات وبعجب أدخل Gender و Qualification و Location و School Level و Experience وبخلي الصح موجود على Discipline Frequency Table يعني أظهر لي جدول التكرارات والنسبة المئوية وبعجب أحكي له OK بيحولني على صفحة Output أو صفحة المخرجات فأول جدول بحكيه لحسب الجنس عنا 24 إناث 97 ذكور نسبة الإناث 67% و نسبة الزكور 67% و نسبة إناث 32% أما بالنسبة إلى الملحة العلمي 127 باكولوريوس 167 من حملات الماجستير و عنا الدكتوراه 7 أشخاص نسبة الأشخاص حاملين باكولوريوس 42% 55% من طلبة الماجستير و 2.3 من طلبة الدكتوراه أصدر مكان السكن أن الشمال عنا 39 من آدم والطالب الوسط 43 من جنوب 67 من حيث 51 و القدس 51 بنسبة 29.6 للشمال 14.3 إلى الوسط 22.3 إلى الجنوب و عنا حيث 16.9 و القدس أما بالنسبة للمستوى الدراسي في عنا الإليمنتري 179 شخص الابريبراتوري 84 شخص الهوليستيب 38 شخص و النسبة المائوية لكل واحد فيها 59 و نص 27.9 12.6 بخصوص بخصوص الخبرة عاد الأشخاص لخبرتهم التجريزية أقل من 5 سنوات و 71 نسبيتهم 23.6 و من 10 إلى 5 سنوات من 5 إلى 10 سنوات 18 شخص نسبيتهم في عادة السنوات الأكبر من 17 سنة عددهم 23.40 و نسبة المائوية 24.3 تتكارها تماما نحن 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 نعرف التكرارات و النسيس بالمائوية للتكرارات لمتغيرات الديمغرافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر